استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد زياد الرويعي ونجلة محمد زياد الرويعي وذلك بمناسبة تخرج نجله من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية لبريطانية وعرب سموه عن خالص تهنيه وتبركاته له على تخرجه من الأكاديمية بتمييز وإنجاز وأشاد سموه بما يواصل تحقيقه أبناء البحرين من نجاحات مشرفة في كافة الميادين يدفعهم إليها حب الوطن والعمل من أجل رفعته ونمائه مهنئا سموه التلميذ العسكري محمد الرواعي بالإنجاز المميز الذي حققه بحصوله على سيف الشرف الدولي من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية لبريطانية وهي الجائزة التي تمنح للطالب الدولي الأكثر تميزا في الأداء العسكري والأكاديمي وعلى جائزة التفوق الأكاديمي تكريما لجهوده وتفوقه طوال فترة دراسته في الكلية كما هنأ سموه جميع التلميذ العسكريين البحرينيين المتخرجين من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد للتحقيق المزيد من النجاحات التي تضاف إلى سجلات الطلب البحرينيين المتميزين الذين يعكسون الصورة المشرفة لأبناء البحرين من جانبهم أعرب السيد زياد الرواعي ونجله محمد زياد الرواعي عن بالغ شكرهم وتغديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من دعم ومساندة لأبناء البحرين وتشجيع سموه الدائم لهم لمواصلة تحقيق النجاحات التي تصب في نماء وتقدم مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر